أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة التعامل بحاذر في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة وخلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي شدد عبد العاطي على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة دات عواقب مدمرة لكافة أطرافها ولن تكون أي دولة بالإقليم بمنأة عن تداعيتها وأكد على ضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف كما شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل للمساسة بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وعلى الملكية الوطنية اللبنانية في ملف الشغور الرئاسية مشددا على أن القرارات دات الصلة بهذا الشأن لا بد أن تتم في إطار التوافق اللبنانية ودون إملاءات خارجية